أسعد الأوقات طلبتي طلبة مادة ديجيتال لوجيك ديزاين المرحلة الأولى في كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة واسط اليوم إن شاء الله هذا الفيديو قصير جداً بس حبيت أعرفكم بنفسي وبالمادة أنا أحمد الحسيني راح أجيكم بمادة إن شاء الله لوجيك ديزاين إن شاء الله أنا خريج جامعة كاليفورنيا فولورتون هندسة الحاسبات بدون أي كلام إضافي خلينا نبدأ بالمادة أشرح لكم منها رأسي نشرح وصف عام الكلاس الخاص بكم هذا SW2-logic-design ندخل عليه أول ما ندخل على الكلاس ندخل على الـ Classwork مثل ما راح تلاحظون عدكم هنا بالجانب الأيسر 15 أسبوع اللي هي أتمثل الكورس الدراسي وكل أسبوع شنو اللي راح نهضة بالكورس الدراسي طبعاً هذا تحديث أولي راح نحدث إن شاء الله كل أسبوع بسبوع اللي يهمني طبعاً يهمني أول شيء هذا الـ Introduction to Class أريدكم إن شاء الله من تتطلعون على هذا الفيديو قبل كل شيء تتطلعون على المحتويات على معلومات التواصل الخاصة بيها على قناة الوتيوب كلكم تروحون للقناة وتشتركون بيها طبعاً مجرد ما تضغط على الـ Link راح تتحول للقناة طبعاً أنا قلت لكم الإيميل إذا رأيتكم أي معلومة أو شيء طبعاً تقدرون تنشؤون comment من الكلاس تعليق أو دزوليا على الإيميل هذه التواصل يكون بهذه الآلية أما القناة فهذه مثل ما لاحظتوا ضغطت عليها انفتحت القناة راح تلقون قوائم التشغيل القناة بيها شروحات كلش مهمة ما راح أدخل بيها لكن اللي يهموني موضوعين الأول اللي هو Digital Logic Design راح نلقى قائمة تشغيل لحد الآن أنا طبعاً ما رافع لها فيديوهات لكن مجرد أنشأتها اسمها قائمة التشغيل Digital Logic Design أوكي راح تلقوها مثل هذه القوائم القوائم اللي راح نحتاجها كلش قوائم التشغيل احتمال تحتاجوها يعني تفيدكم بالأمور الفنية خاف ما تعرفون فتشي بخصوص الكلاس الإجابة وغيرها هذه القناة خليني نفتحها بصفحة داخل حتى نشوفها وطبعاً راح تفيدكم أيضاً أيضاً مطلوب منعدكم تطلعون على أعمال زملائكم اللي هذه تمثل تقارير الزملائكم يعني أعمالهم حتى تشوفون طبيعة الأعمال اللي أطلبها منعدكم أوكي هذه طبعاً تمثل التقارير مثل ما تلاحظون قائمة التشغيل اسمها تقارير طلبتي للعام الدراسي 2019-2020 إن شاء الله أيضاً راح تكون لكم هنا جهود الصف قائمة التشغيل الثانية هذه اللي الآن مسميها إعدادات حساب حسابات جوجل كلاسروم راح تلقون أعزائي كل شي بيها كل شي شرح شرح عن كل شي حتى إذا ما كان عندك إيميل حتى كيف تنشئ إيميل كيف تنشئ حساب على فري كونفرنس كيف تغير اسمك لين هسا راح نشوف الإيميلات أكو بعضها الأسماء مو صريحة أيضاً بيها كيفية ترفع الواجب كيف تنقل الواجب من التليفون إذا البعض عندهم آيفون مثل صعوبة بالنقل كيف أكو برنامج يستخدموه شارف برنامج شارح كل الأمور أنا شارح هنا حتى ما مخليك تحتاج أنت تدور وتتعب مجرد هذه القاعمة خاف عندك مشكلة بالاتصال وسائل الاتصال تدور الموضوع اللي يجيب على سؤالك وإذا ما عندك ملقيت أيضاً طيني علم على كلاسروم وأنا راح أشوف كيف أعالج المسألة الخاصة طبعاً هذه قلنا تقارير الطلبة طبعاً طلع مجرد تطلعون تشوفون كيف زملاكم اللي هما قبلكم كيف اللي هما السنة طلاب السنة أيضاً نقصد 2019 2020 كيف أنجزوا بالفصل الأول تشوفون لأن راح تكون بعض الأعمال مطالبين بها مهمة اللي هي قائمة التشغيل هذه اسمها شرح كتاب مورس مانو هذا الكتاب عن المادة كلها شرحها طبعاً اللي تخص مادتكم الدراسية تقريباً كلها ثلاث ساعات أربع ساعات تقريباً ست ساعات لكن شرح تقريباً 80% من المادة اللي راح إحنا نطرق لها لكن أكيد إحنا راح نشرح شرح تفاعل يعني إن شاء الله راح يكون لقاء على برنامج الفري كونفرانس وأيضاً يكون الشرح مسجل بعد هنا أكيد أكو مواضيع أخرى تفيد لكن أنا مثل ما قلت لكم راح تلقون هنا على القناة تلقون خاص لكم قائمة تشغيل خاص لكم مادة اسمها Logical Digital Logic Design التصميم المنطقي الرقمي أوكي طبعاً راح تظهر لكم يعني الآن أنا لو ضغطت مثلاً أي قائمة تشغيل معينة خليني أفرض أوكي خليني هنا خليني أفرض من أضغط على أي قائمة تشغيل تلاحظون راح يظهر لي يظهر لهذا الزر سبسكرايب أو اشتراك إذا بالعربي أنتو أريدكم كلكم طبعاً تدخلون على القناة بهالشكل أوكي تضغطون على سبسكرايب هذه العلامة والضغطون على علامة الجرس أوكي هذه العلامة راح يظهر لك شنو لي يقول لك كل التنبيهات فأنتو تضغطون على هاي سبسكرايب مثل ما تلاحظون الآن أنا اشتركت بيها بعدين تضغطون على الدرج وتضطو all حتى كل شي أرفعان يخص المادة أو يخص مثل قد يكون تطوير أو يخص مادة ثانية راح تكون محدثين به أوكي أعزائي طيب أرجع للكلاسروم الـ آيدي الخاص بي على فري كونفرنس هو هذا أنتو طبعاً مجرد ما تضغطون على مجرد ما تضغطون على لينك راح يحولكم هذا الكلاس طبعاً هذا كل اللي حبيت أقول لكم بالنسبة لهذه المحاضرة التعريفية البسيطة مسألة كلش مهمة أريدها من عدكم أعزائي الطلاب أنه الآن عدد الطلاب المنضمين عندي هما لحد الآن نصف الطلبة لتلاحظون ذول اللي اللون الخاص بهم باهد ذول بعد هما منضمين منضمين عندي عدد من الطلاب أوكي بارك الله بهم الآن كنهم ذول منضمين وعندي عدد أيضاً ليس بقليل أتوقع 40 طالب لم ينضم بعد أنا أتمنى أن تتطون زملائكم علم لأن إن شاء الله راح تكون محاضرتنا أما بتاريخ أما تكون بعد بكرة أو بعد بعد بكرة يعني أما 4-5 أو 5-5 أوكي هذه محاضرتنا الأولى راح نبدي بالمحاضرة الأولى طبعاً أنا أحب أبارك للطلاب اللي يعني أتمنى لهم وفقية ذول الطلاب اللي مخلين أسمعهم الثناعية وأتمنى منعودهم يغيروها للثلاثية بالعربي نفسها الوضعية الله يبارك الله يبارك بيهم يعني سواء مريم نادية نبا كلكم الله يبارك بيكم عثمان ثامر فاطمة طلال كلكم الله يبارك بيكم بس رأيتكم شون هذه زميلتكم سارة محمد حسين طالب يفضلككم تخلون الأسماء بهذا الشكل الثلاثي طبعا هنا نعدنا بالعربي زهراء كريم بإمكانك تحولين للعربي فقط بالثلاثية حتى يكون أفضل لأن كانت قبل مشكلة تقنية ما يقبل من أنزل السعيات صراحة كانت أكو مشكلة الآن قدرت أتغلب على هذه المشكلة فبعد أنا بالعربي أقدر ألي بالأسماء بالعربي الثلاثي تكون أفضل نفسك كلام حسين علي ذول هنا أنا هذا ما أعرف الاسم أكيد هو إذا يلاحظ الفيديو هذه الأسماء اللي برموز أو كتابات غير مفهومة تغير لأن هذا أنت جهدك طبعا أنا يفضل أني تكون صورتك الشخصية ما تخلي صورة رمزية مثل هذا زمين يكم لاحظوا عباس حسين فارس يعني الصورة الشخصية الخاص طبعا يفضل أيضا تكون الصورة شخصية شخصية يعني الكامل الوجه يعني حتى محددة تكون بالنسبة لبقية الطلاب مثل هذا أمير وغيره ذولة عبد الله مائد ذولة أعزائي الطلاب تغيرون أسماءكم للثلاثي بالعربي نفس زملائكم تلاحظون وإذا ما عرفتوا راح تلقون أكو بالشروحات أعدادات اللي ذكرتها قبل شوية أعدادات حسابات وغير راح تلقون شرح يجيب على هذا السؤال واضح أعزائي الطلاب طبعا هذا كله مفيد حتى مثل ما تلاحظون هنا التبويب الخاص بالدرجات حتى تكون درجاتكم محفوظة الكوم أوكي مسألة كلش مهمة أريدكم أيضا تطلعون على التعليمات الخاصة شنو الواجبات اللي عليكم تطلعون على هذا الملف بتشوفون شنو الواجبات كطالب مسألة كلش مهمة أعزائي الطلاب من تعلقون يعني أنتوا إن شاء الله يعني واعين لكن كنتوا شوما يقول انتقلتم من مرحلة الإعدادية إلى الجامعة الآن بالجامعة تعرف الوضع نوعا ما مختلف قليلا لكن إن شاء الله أنتم متأقلمين عليه وتعرفوه من تعلقون تعلقون بأسلوب التعليق الخاص بما يحترم أجواء الصف لأن هذا الصف حالة حالة الصف العادي خلوا ببالكم أنتم بالصف ويايا السيد العميد وسيد رئيس القسم وسيد مسؤول وحدة التعليم الألكتروني يعني أي خطأ ممكن تسببه راح يكون أبلغ عن هذا الخطأ وتتخذ يعني الإجراءات وأنا أقولها يعني الحمد لله طلابي السابقين وأنتو إن شاء الله ما صارت عدي هذه الحالة لكن دائما لازم تكونون على وعي وعلم بها هذه التعليمات مثل ما قلت لكم هذه التعليمات اطلعوا عليها بالعربي شنو الواجبات اللي عليك تجاه الصف كيفية احترام الصف طبعا التعليقات هنا مثل ما قلت لكم كلش مهم تعليقاتك تكون ضمن السياق الأدبي وتحترم زملائك وتحترم طريقة الطرح تكون محترمة وواضحة مسألة أخرى تعابير الرمزية ممنوعة مثلا رموز الاسمايال رموز رموز البعض يعني أوجه اسمايال أو مرات هذه الورود غيرها هذه أعزاء الطلاب تجنبوها لأن احنا هذا الموقع تعليمي وليس موقع تواصل اجتماعي أوكي أول ما تدخلون أنتو أعزائي طبعا هذه الستريم هذه الإعلانات يعني إذا يكون كتب بغض تشوفوها على الستريم أول بأول لكن أكثر زر راح تستخدموه هو هذا الكلس هنا مثل ما تلاحظون نقسم على الأسابيع كل أسبوع مادة واجبة ومختبرة راح يكون بي يعني الأسبوع الأول راح يكون بي ضفت لكم أعزائي الطلاب هنا راح تلقون بالبرامج البرامج اللي راح تحتاجوها طبعا بالمكان بالإنترودكشن إحنا الآن موضوعنا شنو اللي موجودين بي لاحظوا أعزائي موضوع الإنترودكشن بداخل الإنترودكشن عدد مواضيع فرعية فأنتو راح تلقون طبعا بالتكستبوك و سمبلمتري ستلقون المصدر رفحت الكومية يعني ما تتعبون لا تدورون عليها ولا تشتروه طبعا هاي كيفية أصحح الدرجة هاي راح نتطرق لها بعد طبعا اللي يهمني أيضا من هذه المخاضرة التعريفية البسيطة أنه تعرفون هذا البرامج راح نحتاجه Electronic Workbench لاحظوا كيف أنا أنزله هذه إذا عدكم برامج هذه برامج مجانية خاف البعض عنده مشكلة بالبرامج ما عنده البرامج فينزل هذه البرامج المجانية هنا كلها مثل ما تلاحظون تشكيل كلها هذه البرامج مجانية طبعا بالمناسبة أنا أحتاج من عدكم تنصبون Google Chrome كمتصفح لأنه موثوق وبيه خاصيات كلش جيدة وكلش يعني الخاصيات الموجودة بيه مرموقة وتأدي الغرر وهاي أيضا برامج تختارون البرامج اللي تريدوها تختارون صح عليها ومن تكملون تضطو get your in a nine night أوكي nine night get your nine night بالنسبة للبرنامج راح تختارون البعض يقول لي ما ينفتح لأ ينفتح ترفرش العام بعض الطلاب قالوا ها ما نفتح بعد ين شوف مياه بالصف كيف يفتح تضغط download أعزائي وتنزله أنا ما أريد أسوي download لأن أنا منزله لكن أوكي يلا ضغط الخاطر لكم على download أوكي مثل ما تلاحظون أعزائي هذا download manager قال لي بدأ يريد ينزله أنا ما أريد طبعا لأن منزله ما أحتاجه وهي التعليمات ضروري تطلعون بيها هس كل اللي يعني بعد ما عندي شي أعتقد أضيفة المصدر موجود البرامج اللي تحتاجها موجودة بالمناسبة هذا البرنامج اللي راح نشتغل عليه أيضا بقناتي على اليوتيوب راح تلقون بالبليليست أكو مكان اسمه شرح برامج هندسية أكو قائمة تشغيل خليني أشوفكم قائمة تشغيل اللي عندي قائمة تشغيل اسمها شرح برامج هندسية شرح برامج هندسية آه هذه دا تلاحظونها الآن منخليت عليها المؤشر طلعت شرح برامج هندسية أضغط عليها الشرح البرامج هندسية راح تلقون إحنا البرنامج اللي يخصنا بالمختبر هذا أنا شارح عدة برامج لكن إحنا اللي راح يخصنا برنامج إلكترونيك إلكترونيك وارك بنش واضح أعزاي راح نشتغل على برنامج إلكترونيك وارك بينش هذا البرنامج اللي نشتغل عليه فحتى طريقة تنصيبة أنا شارح وطريقة البداية بسيطة شارح فإن شاء الله هذه الأمور كلها أنتوا إن شاء الله تطبقوها فهس حتى ألخص طبعا أنا سعيدة بوجودكم وإن شاء الله هذا الكلاس هو هذا الدرس إن شاء الله سهل درس يكون صراحة ممتع شيء مطلوب منعدكم فقط تتواجدون وياي وتتفاعلون وياي بالكلاس وإن شاء الله يعني الكل إذا تفاعل وتواجد وياي راح يقدر يشتاز الكلاس هذا وبدرجات إن شاء الله أنا أتوقع ستكون عالية جدا لأن الكلاس هو كلش سهل والمواد اللي أنا نخليها كلها يعني بشارح سلس وبالتفصيل وبالتفصيل يعني الطالب ما راح أنا مقدر كل المستويات مختلف المستويات فبالنهاية تلتزمون باللي ذكرته تطلعون عالتعليماتك كطالب تنصب البرامج اللي ذكرتها تنصب المنصات أو اللي راح نحتاجها مثل الفري كونفرنس غيرها تدخل تعمل دخول تسجيل دخول حتى إن شاء الله بالمحاضرة الجاية نكون عالسريع ندخل المحاضرة الجاية راح تكون تنزل البرامج قلنا اللي تحتاجها المصدر قد تحتاجها نزلة إذا تحب تنزلة حتى يكون عندك موجود خاف نت ما موجود عندك إسمك إذا كان برموز أو غير شي تغير الكل يغير الاسم للثلاثي بالعربي باسم الصريح إذا تحب غير الصورة الشخصية الخاصة بيك حتى يكون الحساب عفوا حتى يكون الحساب أكثر معروف وموثوق وطبعا من تغيرون الأسماء بالمناسبة تشايكو خلوا زملائكم يشايكو لكم لأن كل واحد يقدر من زملائكم يضغط على البيبول راح يظهر للأسماء فقل لي يظهر لك اسمي فلان 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 إذا قال لك إيه معناه أوكي يتغير عندك وإن شاء الله أتمنى لكم الموفقية والسداء دمتم في رعاية الله